دائما في صورة الامران نتناول يوم دعاء خاص بالمؤمنين ودعاء خاص بالحواريين الذين اتبعوا عيسى وكلا الدعاءين يركزان على مسألة التوسل إلى الله باسمه سبحانه والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به والتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح اسمعوا الآن إن شاء الله تمر هذا الدعاء طيب المبارك بعدما تحدث المولى على أن الله تعالى ابتال العباد والناس بأن زين لهم هذه الحياة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه الفتن فتن الشهوات قل أن أنبئكم بخضر من ذلك خير من أن تفتن بهذه الشهوات خير من أن تظل عاكفا بعقلك وقلبك وهمك على الشهوات للذين اتقوا الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقايا بالابتعاد عن المعاصي للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصرهم بالعباد من هم الذين يقولون ما يعني يقولون في المضارع يدل على الاستمرار أن يجددون هذا الدعاء دائما يكررونه دائما يدعونه دائما الله أكبر الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هذا دعاء المؤمنين المتقين الثابتين الذين لم ينخدعوا بزخر في الحياة الدنيا الذين لم يعكفوا على الشهوات وإنما يقولون ويشأرون وإلى ربهم يتوجهون وإليه سبحانه يتوجهون ويسألون يقولون ربنا إننا آمنا إذن فهم دائما هذا عمل مستمر فأولا إن شاء الله تبارك وتعالى هم يتوسلون إلى الله باسمه الرب ربنا وهو في صيغة الجمع وكلما كان الدعاء بصيغة الجمع كان إن شاء الله تعالى للاستجابة أقرب ثم إننا هذا توكيد إننا آمنا هذا التوسل إلى الله بالإيمان إذن فماذا تسأل بعد أن توسلت إلى الله تعالى باسمه الرب وبإيمانك بالله فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فيسألون مغفرة الذنوب وأن يقيهم الله تعالى عذاب النار يا له من دعاء عظيم احفظوه دائما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا نحن آمنا بك ليس لنا رب سواك لا ندعو إلا إياك لا نتوكل إلا عليك فاغفر لنا ما من الغفر هو السثر المغفر هو ذلك الذي يضع المقاتل على رأسه من الحديد خوذ من حديد حتى تقيه ضربات السيف الآتية من العدو فأنت إن شاء الله تسأل الله تعالى بعد إيمانك بالرب سبحانه أن يستور عليك ذنوبك فلا تراحى ولا تحزن يوم القيامة لرؤيتها بل يمحوها وقنا عذاب النار وإذا غفر الذنب فإنما إن شاء الله تعالى نتيجته المنطقية الحتمية أن ينجيك من عذاب النار ويدخلك الجنة مع الأمرى الدعاء الآخر وهو شبيه الله لكن هذه المرة لأتباع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله إذن حينما عارض عيسى دعوته على بني إسرائيل وقال أنا نبي مرسل من ربكم إليكم مصدقا لما بين يدي من توراة موسى وجئتكم لأحل لكم كثيرا مما حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وأعطاه الله تعالى المعجزات التي تعرفون يحيي الموتى ويبرع الأكمى والأبرص كل ذلك لكن عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية أحس عيسى منهم الكفر فيوجه هذا السؤال من أنصاري إلى الله هل هناك من أنصار في بني إسرائيل ينصرون عيسى وينصرون الدعوة لله قال الحواريون نحن أنصار الله فدع الحواريون بهذا الدعاء آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا دعاء الأنصار أنصار عيسى الحواريين فيه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا الدعاء يزيد على دعاء المؤمنين الغير مفتنين بالشهوات المستعلين بإيمانهم زيادة عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في التوسل فإن كان الأول فيه توسل بالرب وبالإيمان هذا فيه التوسل بالرب ربنا ثم التوسل بالإيمان آمنا ثم بما أنزلت ثم اتبعنا يعني التوسل أيضا بالعمل وليس فقط بالإيمان فجمع التوسل باسمه الرب وبالإيمان الصادق وبتطبيق هذا الإيمان منهاجا في الأرض وفي سلوكياته وفي عباداته وآدابه وفي عمقه وفي طول حياته وفي عرضها ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبناه مع الشاهدين إذن فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين من هم الشاهدين الذين يشهدون على الآخرين بضلالهم أي أن الله يجعلهم شهداء عليهم أنهم شاهدين لعيسى بالرسالة شاهدين بأعمالهم وإيمانهم لله بالوحدانية فيجعلهم شهداء لله تعالى على صدق الأنبياء وعلى حقيقة وصدق الرسالات السماوية إذن هذا الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبناه مع الشاهدين إذن هذه أدعية تتشابه كثيرا الدعاء الأول دعاء المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والدعاء تلحورين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبناه مع الشاهدين وإلى دعاء قرآن آخر وصلى الله على حبيبنا محمد